في آخر صرعات ترويج المخدرات التي يتجرع العراق معظم أنواعها وطرقها في البيع والتهريب والتعاطي بكل سهولة لك أن تصدق أن المنتجات المنحفة قد تصبح سما قاتلا لك سيما لعنصري الشباب والنساء التحذير أطلقه المركز العراقي لمحاربة الشائعات حول خطورة الإعلانات المضللة عن المنتجات المنحفة أشر إلى أن بعضها يحتوي مواد مخدرات تسبب الإدمان وبالطبع تكتسح تلك الإعلانات صفحات وهوادف ومراكز طبية وتجارية في عموم الإراق لكنها فتحت الباب على جريمة غياب الرقابة على إعلانات مضللة حدث هذا بالفعل لدى فئة من الشارع العراقي عند التواصل مع أطباء مختصين ليتم تأكيد الأخرين لهم بوجود مواد مخدرة من بينها الكيبتاغون المركز قال أن المتجرين بتلك المواد يجعلون من المواطنين ضحية لهم عبر تعاطيهم للمواد المخدرة ومن دون علمهم حتى يصلون إلى برحلة الإدمان ليتم رفع الأسعار عليهم لاحقا تحديدا الكيبتاغون الذي تم استخدامه بدول خليجية قبل العراق وفي حرب مؤقدة تخوضها الحكومة العراقية ضد المخدرات كشفت مصادر أمنية عن اعتقال أكثر من ستة ألاف متهم بتجارتها في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما يدلل على وجود خطر حقيقي يتطلب فرض رقابة على جميع انواع المخدرات التي يتم إدخلها على أنها مواد طبية أو تجميلية أو غيرها